بسم الله الرحمن الرحيم دكتور ايمان احمد خنفور assistant professor of anatomy and embryology master degree in obstetrics and gynecology in RCOG faculty of medicine alexander university سوراسيك كيتج سنتكلم ان شاء الله فيها على definition المقصود بكلمة سوراسيك كيتج subdivisions vertebrae rips sternum مجموعة من short coaching what's meant by سوراسيك كيتج هذا لفظ شهير جدا المقصود بسوراسيك كيتج هو عبارة عن البوني سكيلتون السوركس اللي هو بيتكون من sternum rips thoracic vertebrae ايه subdivisions بتاعته تعال نشوف كلا مع بعض هو اول حاجة له مدخل من فوق خالص اللي هو thoracic inlet تعال نبدأ به اللي هو thoracic inlet ونشوف بيتكون من ايه اول حاجة العظمة اللي قدام ديت هنقول دلوقتي نشبعها بالتفصيل هي اسمها sternum اول جزء منها اللي فوق ده اسمه منوبريم سترناي الابا بوردر بتاعه بيعمللي نوتش اسمه سوبرا سترنال نوتش يبقى البوني ستاعت الانلت اول حاجة عندي anteriorي في حاجة اسمها سوبرا سترنال نوتش فاين on each side عندي بوستيرلي عندي اللي هو the first thoracic vertebra ده كده كان thoracic inlet thoracic outlet وتعال نشوف ايه هي الباوندرز بتاعته هنقدر بعض من قدام خالص هنا الجزء اللي نازل اللي هو عامل زي الخانجر دوت من السترنام اللي هو حتى ترجمته بالعربي اسمه النتوء الخنجري هو اسمه xifroid process طيب on each side عندي lower six coastal cartridge والlast ribs طيب هروح بوستيرلي بقى هلاقي اخر واحدة من السوراسيك vertebra وهي last thoracic vertebra بحنا يكلمنا على السوراسيك inlet والسوراسيك cavity وبعدين السوراسيك ارت تعال نشوف بقى نتكلم على السوراسيك vertebra عالم مختلفة شوية عن typical vertebra طيب كم عدد typical thoracic vertebra هو من رقم 2 إلى رقم 8 طيب فحنا مبدئيا نبقى عارفين ان atypical thoracic vertebra هنحفظها بعبارة واحدة هي عبارة عن first one and last four vertebra اما هنضمهم على atypical ribs هنلاقي atypical ribs هنبقى عن first two and last three يبقى نحفظ العبارتين دولة ما دون ذلك يعتبر atypical ثانية نقطة ان دايما atypical vertebra دايما بيكونوا نحية الأطراف يعني atypical اللي فوق خالص في البداية هنالي يشبهوا إلى حد ما النوع اللي هو cervical vertebra والatypical هنالي يشبهوا إلى حد كبير lumbar vertebra طيب تعال نبدأ اللي هو parts of any vertebra whatever دي كانت thoracic lumbar and so on any vertebra بتتكون من ايه؟ تعال نشوف مع بعض كده أنا ببص من فوق على ال vertebra وكده ببصلها side view طيب أنا خلتنا مع بعض كده واحدة واحدة بتتكون من ايه؟ اي vertebra بغض النظر عن صراسك او لا اول حاجة بتتكون من body ال body ده مكانه فين؟ بيكون anterior طيب وال body على طول في عندي حاجة اسمها Neural Arsh Neural Arsh ده بيكون من ايه؟ الجزء اللي هو باللون الازرق ده اسمه pedicle واللي بعدينه اللي هو باللون الاخضر ده اسمه lamina يبقى pedicle and lamina on each side بيعمله حاجة اسمها Neural Arsh وعلى فكرة لسهولة الحفظ ما ننساش ان body بدأ بحارف P اللي بعدينه على طول pedicle يبقى عندي body pedicle lamina طيب Neural Arsh ده ما بين اللون الازرق والأخضر junction ما بين pedicle وال lamina هاليا عندي three processes process يعني نسوء عظم ايه بقى تلاتة processes اللي عندي دولت؟ واحدة على الجنب يبقى اسمها transverse process واحدة طلع على فوق يبقى اسمها superior articular process واحدة نزع على تحت اللي اسمها inferior articular process يبقى عندي ثلاثة processes عند ال point of junction between ال pedicle and lamina طيب ال point of junction between ال two lamina الاتنين دولت اليمين والشمال بيتحنوا على بعض يعملوا لي حاجة اسمها spine 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 اللي هي الشوكة طيب نكمل كده انا عارزة بص على side بتاع ال vertebra بس وخلينا فاكرين نكا بتكون من body pedicle lamina حاجة عند المنطرة بتاعت ال pedicle دي اللي هي بعد ال body على طول هلاقي فيها حفرة من فوق وحفرة من تحت حفرة صغيرة عندنا يبقى اسمها notch وبما انه موجود في ال vertebra يبقى عندي حاجة اسمها superior vertebra notch و inferior vertebra notch طب بصوا انا هعمل اي بقى هاخد vertebraية اللي هي ديت وحطه فوقها فقرة تانية فوقها على طول نشوف ايه اللي هيحصل ادي one vertebra one vertebra ما بين superior vertebral notch of one vertebra وال inferior vertebral notch بتاع ال vertebra above بيكون عندي forming اسمها inter vertebral forming وهي دي اللي بيطلع منها ال corresponding spinal nerve يبقى عندي اللي هو ال spinal code موجود جوه ال vertebral canal طب ازاي بيحصل exit لل Spinal nerves عن طريق اللي هو ال corresponding inter vertebral forming بعد ما عرفنا الأجزاء بتاعة ال vertebra in general تعال نشوف بقى typical thoracic vertebra ونشوف بقى ايه الخاصرس المميزة لل typical thoracic vertebra تعال ندع باول حاجة عندي الاول بس انا عندي هنا تلات مناظر او اربع مناظر ده كده superior view وده كده side view view وده posterior view هنا بقى ناخد coronal section رسمة دي مهمة جدا علشان نبين علاقة الارقام بتاعة ال ribs وال vertebra نبدأ باول خاصية اللي هو typical thoracic vertebra ونشوف كده نبص على الحجم بتاع البودي حالنا ايه يا جماعة اول حاجة هو small in size طب ما تيجي نفهم ليه small in size لانه هو مش شايل فوقي حملة كبير ده مجرد ال hidden neck بعكس number vertebra شايلة نص الجسم الفوقاني كله فالsize بتاعه بيكون small و heart shape نبص كده ماذا ده شكله heart shape طب تاني حاجة بص جدا على side بتاع البودي هلاقي فيها اتنين demi facets facet يعني جزء endless for articulation smooth part for articulation طب demi facet يعني جزء مستدير غير كامل ماشي فعن الحقيقة هنا بلاقي عندي large upper demi facet و small lower demi facet طب تعال بقى نشوفو كورونا السيكشن ده ادي large upper demi facet و ادي small lower demi facet اما ناخد حالا دلوقت rips وحقول ان ال head بتاعته بتتكون من اه 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 اتنين facets بس الصور بتاعته معكوسة هي small upper demi facet و large lower demi facet نلاحظ ايه هنا بقى ان ال large upper demi facet بتاعت one vertebra بتعمل articulation مع large lower demi facet بتاعت corresponding number of rips الجزئية ده مهمة جدا بالذات في اسئلة multiple choice questions اقولها من تاني وبصورة اخرى يعني لو عندي ده كده rib رقم خمسة ودي كده ال vertebra رقم خمسة بلاي ايه مشاركتهم مع بعض large upper بتاعت رقم ال vertebra رقم خمسة بتعمل articulation مع large lower demi facet بتاعت نفس rib رقم خمسة وهو ده معنى كلمة ايه اللي هو rib of the same number of the corresponding number طب هقولها بصورة ثالثة يعني انا لو عندي ال vertebra رقم خمسة ولو قلتلك large small lower demi facet هيبقى بتعمل articulation مع rib رقم كام؟ يبقى صح تعمل articulation مع rib رقم ستة نستكمل ال characters بتاعت typical vertebra ونبص كده على transversive process بتاعتها حاليا فيها complete circular facet طب بتعمل articulation مع ايه؟ بصيلي هنا كده على side view ديت لو دي كده السراسك في اعتبار رقم 5 ودي كده transversive process بتاعتها ماشي؟ حاليا بتعمل articulation مع tubercle بتاعت rib رقم خمسة برضو يبقى نعبها انا هنقول ايه؟ اني tip بتاعت transversive process contains complete circular facet for articulation of the tubercle of the rib of the corresponding number اوزا عيدها من تاني يعني اللي هو transversive process circular facet بتاعتها بتعمل articulation مع rib of the corresponding number يعني المرة التالتة لو عندي transversive process دي بتاعت اللي هو الرقم خمسة يبقى هتعمل articulation مع tubercle بتاعت الرب رقم خمسة ما نطلخبطش هنا ان انا عندي two types of articulations between the rib and the vertebra او نوع الارتكوليشن اللي هو كان ما بين head بتاعت ال vertebra و sides بتاعت البودي ده اللي هو بنسميهم costo vertebral joint والنوع التاني من الارتكوليشن ما بين tubercle وال transversive process وده بنسميه costo transverse joint عشان ما سيقى منعا لحدوث اي لخبط طيب نشو بقى اللي هو the spine the spine الحقيقة بتكون long and tapering and directed downwards and backwards the vertebral forming بتكون circular and small the superior articular process بتكون facing backwards يعني جزء الاملس اللي فيها اللي هو الفاسد ده بيكون directed backwards بعكس اللي هو inferticular process هنا مفيش جزء ناعم ما اللي يبان منين يبان من قدام فال inferticular process بتكون facing forwards طيب 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 نتضرب كده على الجزء ده ونشوف ده كده في ارتكب بنا ببص من فوق وكده هنا ببص side view ايدي 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 ماذا كده اسمها superior large upper demi facet on the side of the body طيب ايدي 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 ثاني بالعبارة بتاعتنا اللي هو عبارة عن ها الفرست ون واللست فون نبدأ باول واحدة اللي هي تي ون وقلنا ان هي في الاول خالص في السواسك الفرتبري يبقى تشبر مين؟ تشبر cervical ازاي بقى؟ تعال نشوف اول حاجة البودي بتاعها small لسه برضو مش شايلها حملة قوي تاني حاجة الفرتبرا الفورمان ديت بتكون wide and triangular طيب البودي بتاعها بيحتوي على complete circular facet هتعمل articulation مع مين؟ مع الهيد بتاعة first rib طب ال spine بتاعتها ما بيكونش بقى long و tabring و directed down and backwards لا دي بتكون horizontal تعال ناخد بقى ال atypical وأنا رقي ناخد الاول 9th and 10th مع بعض 11th and 12th مع بعض 9th and 10th دي number 9 دي number 10 الحقيقة الحقيقة ال 2 مع بعض ما فهمش inferior demi facet على side of the body ما انا ازاي فرقوا بينهم من بعض اه بالنسبة لل 9th هي دي the only feature اللي فيها بقيت الكاركترز كلها زي typical thoracic vertebra المال 10th بقى فيها ايه بيتحترى على complete circular facet على side of the body ده كده 9th and 10th ناخد بقى 11th and 12th thoracic vertebra ادي ال 11th و ادي ال 12th وننتفق على حاجة هم دول اخر اتنين فيه thoracic vertebra يعني مقاربين جدا من lumbar vertebra يبتدوا يشيلوا حمل اكبر من body فبيشابوا الى حد كبير lumbar vertebra في ايه بقى اه ان ال 2 بيكون lumbar like يعني body يبتدى يبقى large تاني حاجة بيحترى على single complete facet طيب transverse process بتكون large وما فيهاش facet no facet lspine بتكون short وquadrilateral يعني مربعة طب حتى الان هم مشتركين في الخصائص دي ملا زي فرقة بينهم من بعض عن طريق خاصيتين اول حاجة inferticular process بتاعة eleventh بتكون directed anteriorly والcircular facet بتكون nearer مربعة upper border بتاع body طيب ومال 12 بقى inferticular process بص هنا ملوحة laterally شوية ازاي فبتكون faces entro laterally والarticular facet اللي هي على site بتاع body بتكون away from the upper border of the vertebra نبدأ بقى فيه rips بتاعتنا ونشوف classification بتاعتها الحقيقة it has two types of classifications طبعا هم العدد الإجمالي بتاعه معبرا عن 12 rips on each side او نعمل classification بنشوفها على حسب attachments to the sternum هل كل rips attached to the sternum ابدا عدوا كده معايا one two three four five six sevens اه او 7 rips بس هم attached anteriorly to the sternum and posteriorly to the vertebral column بسميهم true rips طيب ومالبقى بقيت rips من قدام مش محصلة ال sternum اه فدول بقى اسمهم false rips طب اخر اتنين من ال rips ده من قدام بقى مش مسكين في حاجة خالص فبسميهم floating rips دي كتاول classification على حسب attachments of the rips to the sternum تعانشو بقى classification التانية بتاعتي دي على حسب ايه بقى على حسب اللي هو structure والfeatures بتاعة rips بنقسمة الى typical ودول من رقم 3 الى 9 والمجموعة التانية اللي هي الatypical اللي هو first والsecond وال10 وال11 وال12 اه نستنتج من كده ايه بقى ان الatypical rips نجمعها في كلمة واحدة عبارة عن الفرست two and last three كان الatypical بالنسبة للفرتبري اما جمعناهم في عبارة واحدة كانت الفرست one والlast four نتضرب كده على اول سؤال جدا which of the following coastal cartridges doesn't articulate directly وش دا استرنا انا رأيه سؤال زي ده احنا نستنبط الاجابة من قبل ما نقرأ the choices اللي عندنا نبص كده fourth or second or seventh or eighth or fifth اه طبعا eighth كل دولار بيarticulate مع the sternum الوحيد اللي بيحصلش the sternum في الاعداد المكتوبة دي هو رقم كام eighth نبدأ بقى فيه اللي هو typical rips ونبدأ بالfeature بتاعتها وهتكلم علي البوستير اند والشافت والانتير اند وحبدأ بالبوستير اند والبوستير اند الحقيقة بتنقسم الى 3 اجزاء اول حاجة حاجة اسمها الهت يليها الجزء ده اسمه النك بعدها حاجة اسمها تيبركل تعالى نبدأ باول جزء عندي وهو الهت ونشوف ايه اللي موجود فيه لو فاكينا ما اخدنا typical صورياتك في ارتباء كان فيها large upper demifacet و small lower demifacet لا هنا بقى سيدي العكس بالنسبة للهت فيها small upper demifacet و large lower demifacet بين الاثنين demifacets دولت الجزء ده اسمه crest of the head ده كان بالنسبة للهت نمسك بقى النك هي مجادة flattened constriction اللي هو موجود just behind the head طيب بعد كده اللي هو tubercle والحقيقة بتتكون من جزئين الجزء ده كلها على بعضها اسمها tubercle بتتكون من جزئتين جزء اللي هو بنسميه articular part وجزء التاني بيبقى خشن non-articular part دايما الجزء اللي يعمل articulation بيبقى smooth والnon-articular part ده اللي بيمسك فيه ligament فبيبقى rough الarticular part دوت بيعمل articulation مع اللي هو transversal process بتاعت الفرتبرا of the same number زي ما قولنا قبل كده طب والnon-articular part ده بيمسك في ligament small lateral costal transversal ligament بتاع مع transversal process of the vertebra of the same number طب وصلنا للشفت هالشفت بيكون من اثنين surfaces واثنين borders بس قبل ما نبدأ بالشفت على بعد two inches from the tubercle الحتة دي اسمها angle of the rib طيب طعن شو بقى الشفت بيكون من ايه؟ زي ما قولنا دلوقتي اثنين surfaces واثنين borders الاثنين surface في عندي outer surface وده بيدي origin لبعض المسلز و inner surface اللي هو من جوه ده هيكون related lemine ل coastal pleura اللي هو الرشاء البلوري اللي هو مغلف رئة طب والاثنين borders اللي عندي superior border بابلنت يعني مش حد inferior border بيكون sharp وبيعملي حاجة اسمها coastal groove ده سؤال مهم جدا لان coastal groove ده له attachments و relations الattachments انه بيدي origin لحاجة اسمها intercostal muscles و relations بتاعته انه بيكون related لحاجة اسمها vein من فوق لتحت intercostal vein intercostal artery intercostal nerve حنشوفهم حالا دلوقتي ده كده cut section ده one rib و ده another typical rib اللي بينهم دولة اللي هو intercostal muscles الجزء ده اللي هو coastal groove اللي ماشي فيه intercostal vein intercostal artery intercostal nerve التادل مع بعض from above downwards بيعملوا حاجة اسمها vein الانتير اند بقى بتاعت typical rib بتكون شكلها concave وبتكون related to corresponding coastal cartilage طب ازاي حدد side بتاعت الرب لازم يكون عندي ثلاثة features عشان احدد بهم side بتاعت أي بور ايه بقى في جميع الرب النقطة رقم واحد في تحديد side ان انا بحط الهيد posteriorي بعد كده convex surface بيكون outwards ثالث حاجة coastal groove بحطه inferiorي يبقى انا كده عرفت احدد side بتاعت تعالوا نشوف بقى The tubercle of the seventh rib articulates with which structure اه اه تفكروا كده وممكن الصورة دي تساعدنا وافتكروا ايه الحاجة اللي بتعمل articulation مع corresponding number كبان يعني بتعمل articulation مع transversive process بتاعت T7 طب نشوف كده الاجزاء دي عندنا identify demifacit اه demifacit على الهد اللي هي lower demifacit على الهد بتاعت typical thoracic vertebra ونلاحظ انا دي اللي هي large demifacit اه دي المنطقة دي كلها عضاة tubercle بصوا جزء ده أملس ازاي يبقى ده the articular part of the tubercle non articular part of the tubercle اغطاء استعمل ده رايح فين 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 اه رايح فيه اللي هو coastal نمسك بقى الatypical ribs ونبتدي عندي دلوقتي بالfirst rib ازاي ازاي عملها identification اصلا وصيارة ازاي واكيوتلي كيرفد ازاي يبقى تعتبر the shortest and the most acutely كيرفد ريب تقنبططة لها two surfaces الرب الوحيدة اللي لها direct superior surface و inferior surface بيكون ازاي حدد ازاي ما احنا عفيني القانون بتاعنا لازم يكون عندي ثلاثة features واتفقنا قبل كده ان اول feature هي الhead لازم يكون بنحطها posteriorly طيب الحياة two surface اللي عندي superior surface rough لان ازاي ما اقولت فيه grooves and impressions and so on rough surface بنحطه الفوق superior معنى كان inferior surface بيكون smooth طيب اخر حاجة بقى convex border بيبقى outwards بكده اكون حددت side اخر حاجة عندي بقى هي special features special features بتاعة first trip قم بص كده دي كده first trip الhead بتاعة first trip بيكون فيها complete circular facet اللي بتعمل articulation مع T1 تاني حاجة ventral aspect بتاعة النك بلاقي فيها ثلاثة structures from medial to lateral عندي sympathetic trunk represented by stellate ganglion يليها superior intercostal artery ثلاثة 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 ventral ramus of T1 الـ relation تاعة النك مهمة جدا بقية features نمسك بقى superior surface ثلاثة مهمة جدا حتى الـ relation clinically مهمة جدا ثلاثة 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 scullinous anterior muscle طيب قدام الـ sculline tubercle هيا تعطيبها لاندا ماركي بالنسبة لي قدامها عطول فيه groove بتاع حاجة اسمها subclavian vein طيب وراها فيه groove ثاني بيمشي فيه حاجتين مع بعض اللي هو subclavian artery والlower trunk بتاع brachial plexus اللي هو ده نلاحظ هنا ان دي تاني مجموعة vein عندي في المنفكت اول واحدة اللي هي the costal groove كان فيها from above downwards اللي هو intercostal vein intercostal artery intercostal nerve تاني مجموعة اللي هو relations اللي موجودة على upper board upper surface of the first rib برضهما vein بس هنا ايبقى اللي هو subclavian vein subclavian artery and lower trunk of the brachial plexus طيب يبقى عندي borders بتاعت اللي هو first rib هي outer border ده بيدي origin intercostal muscles inner border بقى هو ده اللي يهميني هنا من ناحية curriculum بتاع respiratory بيمسك فيه حاجة اسمها supra plural membrane ده بيمتد من transversal process بتاعت C7 لغاية اللي هو inner border بتاع first rib نتصلى بقى سألة كده concerning the first rib which is true articulates with the first and the second psoracic vertebra ولا scalene tubercle for attachment of scarnis medias subra plural membrane is attached to its inner border اعتقد ان هو ده الوحيد لغاية داته هو صح it's a coastal group لا طبعا مالش coastal group يبقى اللي جانب بتاعتي subra plural membrane is attached to the inner border which of the following structures is not not related to the first rib اه هنا بقى محدد ليش ولا بيتكلم على neck ولا upper surface and so on حطوني كلهم على بعض خلاص انا هنا اتخيل the two main relations اللي عندي بتاع the upper surface وبتاع the neck ونشوف بقى الاجابة sympathetic trunk ولا ventral remus of T1 ولا subclavian artery ولا upper trunk اه شوف كلمة واحدة هنا المجول عندي هنا هو lower trunk or the backup axis مش upper trunk يبقى دي الاجابة choice بقى تعالى نشوف بقى السؤال كده العملي دوت ونقول identify اه دي كده نيك بتاعة first rib وطبعا في العمل ممكن يسألني what relations بتاعتها طبعا الساهم ده رايح فين كميك جدا اه الحتة دي اللي هي اللي هو sculline tubercle اللي يمسك فيها scullinous anterior muscle اه وراها على طول حيبقى عندي a group بتاع subclevean artery ومعا اللي هو trunk of the bricca plexus وحيبقى الجروف اللي قدامه اللي هو subclevean vein لاحظ دايما ان هما عملين يعني معزوفة سينفونية كده from anterior to posterior عندي van ونكن تنسوها ابدا ناخد بقى second rib ونشوف ايه هي ازاي بنعملها identification هي تريد ان طولها ضعف الطول بتاع first rib شوف ده مكان second rib اول لان شايفو ده it has no angle medium in size and it has two surfaces الحاجة بك اني حاطت مصطرة على الترابيزة بس المصطرة دي حاطتها بميل شوية على على الصيف بتاع المصطرة هيبقى لها two surfaces ايه بقى two surfaces اللي عندي هيبقى عندي superior lateral surface و inferior medial surface ازاي بحدد الزايد القانون بتاعنا يجبقى عندي ثلاثة features واول واحدة من ثلاثة features هي ان الهد مكانة فين بيكون posterior outer surface بيكون directed upwards and upwards and outwards بالضبط كده زي ما اقول كاني حاطت السيف بتاع اليدي كده بصورة ميلة على الترابيزة اللي قداني هيبقى لها superior lateral surface و inferior medial surface بالضبط كده خلاص دول كده التلات خصائص يبقى عندي surfaces وان الهد بنحطها leal most posterior بالضبط طيب 12th add 10th و add 11th و add 12th الحقيقة التلاتة بيشتركوا في خاصية واحدة ان كلهم فيهم single articular facet على الهد بالنسبة التنث مقام عشرة هي دي الخاصية الوحيدة بتميزها بقيت الكلام الفيها كله زي typical typical rib طيب eleventh آه هنضف لها حاجة كمان n مفهاش tubercle طيب twelfth لا هي برضو مفهاش tubercle ولكن مفهاش nyt كمان nor costal groove large head وال anterior end بتاعتها بتكون tabring يعني انا بصراحة ده انا بحب اميزها بايه هقولك ربنا اخذ منها كل حاجة وداها راس كبيرة large head ها احنا بقى بعد ما خلصنا اللي هو rips وال vertebra عايز اقول احنا مفروض نحرفهم ذكرتنا وفي العمل كمان بالذات بنركز على ثلاث حاجات اساسيين typical typical suratica vertebra typical typical rib and first rib دول اهم ثلاث حاجات بالنسبة للعمل اخر مكون عندي لل suratica هو sternum دعنا نشوف ايه هي parts بتاعت اللي sternum كده اللي استرنا ابو بصلها من قدام كده بتكون الحقيقة من ثلاث اجزاء اول جزء اللي فوق ده اسمه manubrium sternum manubrium sternum manubrium sternum اللي هو جزء اللي فوق خالص ده طب احنا ممكن نعزله وتشوفوا هنا كده جنب لوحده اهوت ده كده المانubrium sternum المانubrium يليها الجزء ده اسمه body اهوت الجزء الاوسط ده اخر جزء فيها اللي تحت خالصها اللي هو نتوق الخنجاري اللي هو زايفورد بورسس ده اللي تحت خالص ده طيب تعالي نشوف الفيتشورز بتاعتي اه لو بسطلها من قدام كلنا اخدنا بك انا بتدي أورجين للبكتوراليس ميجور اللي استينو كوستال هيد بتاعتها طب ولو بسطلها من وراء اخدنا مع الكريكلام بتاع الكارديو فاسكولر ان الباك بتاعها بيدي اتاتشمنت بالسوبير والانفيروستيرنو بريكارديا ليجامنس دي واحدة من الكمبوننس اللي كانت موجودة في الانتيرو ميديا ستاينا وحناخد في المحاضرة الجاية ان اللوار بارت بتاعها اللوار سيرت ده بيدي أورجين لمسل اسمها ستيرنو كوستاليس مسل طب لو بسط لها صايد فيو اه دي بقى الكلينيكالي النقطة دي مهمة جدا 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 هما الستيرنو مايش عاملة زي المسترة كده لا انا لو حرفت الصبع كده على صدر المريض من قدام هلاقي هنا فيه حتة اليفيشن اليفيشن انجل موجودة ما بين المانوبريم وما بين البودي اللي هي الحتة ديت كده اسمها ستيرنال انجل او انجل اوفلويس دي مهمة جدا كلينيكالي لان هي دي عن طريقها بنعد الضلوع علشان نعرف اي مكان لاي سيرفس اناتومي على الانتيريو سيرفس بتاع السراث الكوون الحتة دي اسمها انجل او ستيرنال انجل طيب واثنين 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 كل الحاجات دي موجودة عند الليفل بتاع السرنال انجل ايهما بقى التو بونز اللي عندي عبارة عن الساكند ريب ودي برضو بتقع عند الليفل بتاع اللي هو التى فون كل دا عند الليفل بتاع السرنال انجل يبقى يقابلها من قدام الساكند ريب ويقابلها من وراء خالص الفورس الطب التو بجيننجز اللي عندي بجيننجز او ارش او والبجيننج بتاع الدسسيندنج او طب تولي بشكل او رائد اخر حاجة عندي الوى التو بيفوركيشن التو بيفوركيشن التراجة و التو بيفوركيشن التراجة بالموني التراجة النجل با challenging اشتركوا في القناة